طاقم تحكيم مباراة الاهلي وميدياما الغني يعني المباراة بإذن الله يوم الجمعة اللي جاية طاقم التحكيم كان معنا من حوالي يومين ثلاثة ولكن طبعا نتيجة زحمة الشغل والأخبار والموضوعات اللي معنا قلنا نأجلها شوية مع استئناف الاهلي للتدريبات عشان يكون معنا خبر جديد على حكام مباراة الاهلي وميدياما الغني على فكرة تم الاختيار بشكل رسمي وحكم هذا اللقاء هو الحكم الجابوني باتريك بيبياما الحكم الجابوني باتريك بيبياما معه مساعد أول من الكاميرون ألفس جاين نيجويا مساعد أول في هذا اللقاء معه مساعد تاني من الجابون أندو أوربان والحكم الرابع من الجابون أيضا كيريج ماكو جنجي يعني طاقم تحكيم جابوني فيما عدى المساعد الأول من الكاميرون بالمناسبة حكم الساحة والمساعد الأول كانوا موجودين في منافسات كأس الأمم الإفريقية في القدفور فبالتالي طاقم تحكيم أو حكم وحكم مساعد كانوا موجودين في كأس الأمم فنتمنى يكون عندهم خبرات في إدارة هذا اللقاء لأن اللقاء أهم جدا الأهل ست نقاط وميديام أربع نقاط فالمباراة هي تكون مفصلية في تحديد بنسبة كبيرة اللي هينافس على صدرت المجموعة أول المتأهل إلى الدور القادم الدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا لو هسرت كده وأتكلم على حكم المباراة الحكم الجابوني باتريك مبياما كاتونجي الحكم ده على فكرة كان متواجد في مباراتين لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية لو هنتكلم بقى على السيرة الزاتية لهذا الحكم عشان كل مشاهدين يعرفوا الحكم ده مين اختيارات الحكام في الفترة الحياة ده إيه هل الحكم ده ليه تاريخي ولا لا الحكم ده كان حكم رابع في مباراتي مصر وغانا اللي انتهت 2-2 وكان حكم رابع في مباراة مصر والرأس الأخضر اللي انتهت 2-2 وكان بالمناسبة هو اللي أضار مباراة المغرب وزنبيا في كأس الأمم الإفريقية اللي انتهت بفوز المغرب 1-0 في لقاء الافتتاح في المجموعة الستة اللي اتلعبت في سان بيدرو وكان حكم رابع لمباراة تونس ونبيبيا اللي تونس خسرتها في كأس الأمم 1-0 فكان متواجد في أكتر من المباراة ولكن معظمة كان حكم رابع وأدار مباراة وحيدة كانت المغرب وزنبيا بالمناسبة كمان في دور السوبر الإفريقي هو أدار مباراة الوداد وإنيمبا أدار مباراة مصر وإثيوبيا هنا في القاهرة يوم 8-9-23 في تصفيات كاسر أمم اللي مصر كسبتها 1-0 موجود في معظم المباراة ولكن مش من حكام الصفوة أو البروفيشنال اللي بنشوفهم دايما في المباراة الكبيرة أنا تمنى يكون موفق في مباراة النادي الأهلي وميديامة الغاني ده جانب متعلق بحكام مباراة الأهلي وميديامة الغاني